قام مسبح في النمسا السفلى بطرد شابة مسلمة بعد منعها من السباحة في البوركيني حيث تم طردها بناء على طلب مشرف السباحة وقالت الشابة أنها قامت بسؤال إدارة المسبح عن إمكانية السباحة قبل ذهابها ولكنها فوجئت بمنعها وأكدت إدارة المسبح أن البوركيني غير مسموح به في المسبح فيما تخطط بلدية بوركر ستورف للاعتذار من الشابة ووفقاً لممثلة المساواة في المعاملة قالت أنه لا يمكن تبرير الموقف الحالي بشكل موضوعي حيث من الممكن أن يتكبد المسبح بدفع تعويض للشابة وأنتم أعزائي المشاهدين ما هو رأيكم بارتداء البوركيني في المسابح؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء